مرحبا أعزائي التلاميذ من جديد نواصل بحول الله وقوته فهم وشرح الدروس والمفاهيم المقررة في الدورة الثانية بالنسبة للمستوى السادس في مادة اللغة العربية ومن الدروس المقررة في مكون الصرف التحويل في الدورة الثانية بالنسبة للمستوى السادس نجد اسم التفضيل إذن سنحاول أن نتعرف على ما معنى اسم التفضيل وكيف يشتق اسم التفضيل ومن ماذا يصاغ اسم التفضيل إلى آخره إذن نبدأ أعزائي التلاميذ ونلاحظ هذه الوضعية وضعية الانطلاق نقرأ يدرس عمر وياسين في المستوى الخامس وكلاهما يتقن الرياديات إلا أن ياسين أحسن من عمر في فهم مسائل الرياديات وكلاهما يحب العربية إلا أن عمر أشد إثقانا من ياسين لمسائل النحو إذن سنحاول أن نستخرج من هذه الوضعية أسماء التفضيل ثم نحاول أن نتعرف ونكتشف كيف يصاغ اسم التفضيل ومن ماذا يصاغ اسم التفضيل وما هي شروط صياغته لكي ننجز هذه الأمور سنتبع مجموعة من الأسئلة إذا سنحاول الإجابة عن هذه الأسئلة السؤال الأول في ماذا يشترك عمر وياسين إذن نجيم يشترك عمر وياسين في كون كلاهما يتقن الرياديات الأمر الثاني الذي يشترك فيه ياسين وعمر هو أن كلاهما يحب اللغة العربية إذن عمر وياسين يشتركان في أمرين أنهما يتقنان الرياديات وأن كلاهما يحب اللغة العربية السؤال الثاني من الأفضل في فهم مسائل الرياضيات أهو عمر أم ياسين الجواب طبعا هو أن ياسين أحسن من عمر في فهم مسائل الرياضيات السؤال الثالث من الأفضل في فهم النحو طبعا حسب الوضعية فإن عمر أفضل من ياسين في فهم مسائل النحو في مادة اللغة العربية السؤال الرابع ما هي الألفاظ التي ساعدتنا على اعتبار ياسين أفضل من عمر في الرياضيات وما هي الألفاظ التي ساعدتنا أو التي استعملناها في تبيان أن عمر أفضل من ياسين في النحو الجواب استعملنا أحسن واستعملنا كذلك أشد إتقالا لكي نميز أو لكي نبين أن ياسين أفضل من عمر في الرياضيات واستعملنا أشد إتقالا لكي نبين أن عمر أفضل من ياسين في مسائل النحو السؤال الخامس إذن ماذا نسمي هذه الألفاظ التي ساعدتنا على اعتبار ياسين أفضل من عمر أو عمر أفضل من ياسين هذه الألفاظ نسميها ألفاظ التفضيل أي ألفاظ وأسماء تستعمل للتفضيل لكي نفضل شخصا على شخص أو شيئا على شخص السؤال السادس ما هو الفعل الذي نأخذه من أحسن؟ الفعل هو حسنة إذن قلنا أن أحسن هو اسم التفضيل اسم التفضيل هذا ما هو فعله؟ فعله هو حسنة نحن لاحظوا السؤال السابع ما هي مميزات هذا الفعل؟ إذا رجعنا إلى فعل حسنة فله مجموعة من المميزات أولا هو فعل تلاتي عدد حروفه تلاثة ثانيا هو فعل مثبت غير منفي لم نقل ما حسن أو لم يحسن إلى آخره ثم إنه فعل متصرف غير جامد فهو فعل متصرف يتصرف في الماضي والمضارع والأمر فهو ليس فعلا جامدا كنعمة أو بئسة إلى غير ذلك ثم إنه معلوم مبني للمعلوم وليس مبنيا للمجهول ثم من بين مميزاته أنه فعل قابل للتفاضلي فعل قابل للتفاضلي فهناك أفعال غير قابل للتفاضل كما تمثلا لا يمكن أن نقول محمد أموت من علي فهو فعل غير قابل للتفاضل بينما حسن فعل قابل للتفاضل كذلك من بين مميزاته أنه غير دال على لون أو عيب أو حلية فحسن لا تدل على لون أحمر مثلا أو أخضر كما أنه لا يدل على عيب أو حلية إلى غير ذلك السؤال الثامن ما هو الفعل الذي نأخذه من إتقانا وما تتغير عندما كان هذا الفعل غير تلاتي أي عندما اختلت فيه شروط الفعل الأول تغيرت بعض الأشياء الفعل قلنا الذي أخذت منه إتقانا هو أتقن وهو رباعي غير تلاتي إذا اختلأ أحد الشروط فإذا لقص أحد الشروط ماذا نفعل إذا أردنا أن نصوغى اسم التفضيل نأتي بالمصدر منصوب مسبوقا بلفظ أشد أو أكثر فقلنا أشد إتقانا لماذا؟ لأن الفعل لم يكن تلاتي فإذا اختلت أحد هذه الأوصاف أو هذه المميزات التي تحدنا عنها في السؤال السابع فإن القاعدة تتغير ونأتي بصيغة أخرى وهي أننا نأتي بالمصدر منصوب مسبوقا إما بلفظ أشد أو أكثر إذا لاحظوا ماذا نستنتج قلنا أن ياسين وعمر اشتركا في صفتين ولكن عندما قلنا أن ياسين أحسن من عمر ما معل هذا؟ أن ياسين زاد على عمر في مسألة معينة أنهما اشتركا في صفة ولكن زاد أحدهما على الآخر درجة في تلك الصفة فنقول أن اسم التفضيل هو صفة تأخذ من الفعل للدلال على ماذا؟ للدلال على أن شيئين اشتركا في نفس الصفة فزاد أحدهما على الأخ فياسين مثلا وعمر اشتركا في نفس الصفة أنك لا هما يقرأوا أو يتقنوا الرياديات مثلا إلا أن ياسين أحسن من عمر في فهم مسائل الرياديات معل أن ياسين زاد في هذه الصفة هما كلاهما يشتركان في نفس الصفة ولكن ياسين أحسن يعني زاد درجات على عمر إذن نقول أن اسم التفضيل هو صفة تأخذ من الفعل للدلال على أن شيئين اشتركا في نفس الصفة فزاد أحدهما على الأخ قلنا أنها صفة تأخذ من ماذا؟ من الفعل لكي نأخذ اسم التفضيل من الفعل أو لكي نأخذ صفة التفضيل من الفعل لا بد للفعل من شروط شروط السياغة اسم التفضيل من فعل تلاتي هذه الشروط هي أولا أن يكون الفعل تلاتيا ثلاثة أحرف حسنا فضلا إلى غير ذلك ثم أن يكون متبتا غير منفي الشرط الثاني الشرط الثالث أن يكون متصرفا غير جامد الشرط الرابع أن يكون معلوما غير مبني للمجهول الشرط الخامس أن يكون قابل للتفاضل وليس من الأفعال التي لا تقبل التفاضل كمات مثلا ثم أن يكون هذا الفعل غير دال على لون أو عيب أو حلية يكون الفعل لا يدل على لون أحمر مثلا أو يدل على عيب أعوار مثلا نلاحظ هنا كذلك شروط إذا اختلت هذه أو إذا غاب أحد هذه المميزات أو أحد هذه الشروط فإن القاعدة تتغير نقرأ هنا شروط سياغة اسم التفضيل من فعل لم يستوفي الشروط السابق إذن إذا اختلت أحد الشروط فإننا نحتاج إلى قاعدة أخرى وهي ماذا؟ أننا نأتي بالمصدر مصدر الفعل منصوب ثم نضع قبله لفظة أشد أو أكتر مثلا أسلم نقول محمد أشد إسلاما مثلا يعني الفعل رباعي نقول مثلا نافق الكافر أشد نفاقا مثلا إذن بعدما عرفنا أن اسم التفضيل هو صفة تأخذ إما من الفعل التلاتي الذي قلنا أن له شروط معينة أو إذا اختلت هذه الشروط فإننا نغير القاعدة ونأتي بالمصدر منصوب ثم نضع قبله لفظ أشد أو أكتر فإننا نمر الآن إلى هذا التطبيق أو هذا التمرين من أجل أن نقيص فهمنا للمسائل أولا ضعنا أمام الجملة التي تضم اسم التفضيل سأقرأ الجملة الجملة الأولى الكفار أشد نفاقا في عهد النبي الجملة الثانية علي أعوار من عمر الجملة الثالثة ياسين أعلم من مراد في مسائل الرياديات المرتقال أحمر من المشمش الجملة الأخيرة المسلم أفضل من الكافر إذن سنضع علامة أمام الجملة الصحيحة التي تتضمن اسم التفضيل بطريقة صحيحة سليمة إذن نمر أعزاء التلاميذ إلى تصحيح التمرين الجواب الجملة التي تحتوي على اسم التفضيل هي إذن نقرأ الجملة الأولى الكفار أشد نفاقا في عهد النبي الجملة معناها صحيح وقمنا بوضع المصدر منصوب نفاقا ثم جئنا بلفظ أشد أو أشد قبل هذا المصدر إذن الجملة صحيح هذه الجملة الأولى التي تحتوي على اسم التفضيل الجملة الثانية علي أعور من عمر أعور هنا لماذا لم نعتبر اسم التفضيل لأن هذا الفعل يدل على عيب أعور وهو الشخص الذي فقد أحد عينيه أو كان به مرض في عينيه الجملة الثالثة يسين أعلم من مراد في مسائل الرياضيات صفة التفضيل هي أعلم أهى والجملة صحيحة لأنه فعل تلاتي مبني للمعلوم متبت متبت متصرف إلى غير يحتوي أو يضم جميع الشروط التي ذكرناها المرتقال أحمر من المشمشي أهى الجملة اعتبرناها خاطئة لأن أحمر يدل على اللون وقلنا أن اللون لا يستقيم منه أو لا يستساغ منه اسم التفضيل المسلم أفضل من الكافر صيغة التفضيل أو صفة التفضيل أفضل من الكافر أفضل وهو فعل تلاتي تتوفر فيه جميع الشروط إذن هذا هو التصحيح للتمرين الذي وضعناه أتمنى أعزاء التلاميذ أن تكونوا قد فاهمتم هذا الدرس وأتمنى أن تكونوا بصحة جيدة وأن تكونوا قد اعتنيتم بأنفسكم وبنضافة أيديكم والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر